شارع خلت عربة في بلدة كفر جايز في محافظة إربد بلا تعبيد منذ ما يزيد عن عشر سنوات وسط مطالبات بإعادة تعبيده تلافيا للخسائر البشرية والمادية يشتك العديد من أبناء بلدة كفر جايز في لواء بني كنانة من عدم تعبيد بلدية إربد الكبرى للشارع الذي يخدم منازلهم منذ 13 عاما على الرغم من دخوله حدود التنظيم البلدي ما جعلهم عرضة لحوادث عديدة ومميتة بسبب عورة الشارع كونه من البسكورس ويقع على منحدر حاد طبعا نحن نعاني من الشارع هذا الشارع هذا داخل التنظيم كفر جايز له من الـ 2010 ونحن سكنين هنا ونفس الحل زفتوا لنا حطونا عليه باكتلوس وزفتوا وحطونا وصحبوا حالهم وطلعت صار في حفر طبعا صرنا نعاني من البصات اللي يجينا هنا وصياراتنا وراجعنا كثير كفر جايز بلدية كفر جايز وما حدا لبا نحن طبعا سكان المنطقة هاي هاي ضباتنا هذا الشارع من 2012 ما تزفت طبعا ننكل معي سيارة قبل السيارة هاي حولت معي وضربت شجرة هون لولا الشجرة تقلبني أنا وليهذا من البحث بالشارع رئيس المجلس المحلي لبلدية كفر جايز رائد المحافظة بيّن أن خطة التعبيد القادمة تتضمن تعبيد هذا الشارع خلال شهر نيسان من العام الجاري نحن في عندنا خطة إن شاء الله قريب جدا بواعد من عطوفة الرئيس أنه راح تكون عندنا التسفيت في منطقة كفر جايز في بداية شهر أربعة كونه هناك كان في تأخير في العطاءات وهذا الشارع محطوط من ضمن الأولوي وإن شاء الله سينفذ قريبا في وضع عاد التأهيل وتعبيد وتسفيت إن شاء الله شوارع عديدة في محافظة إيربيدا لم يتم تعبيدها منذ عشرات السنوات باتت مصيدة تودي بحياة المواطنين وتكبدهم خسائر مادية فادحة نتيجة صيانة مركباتهم المتكرر ضرار غنام رؤيا